بسم الله الرحمن الرحيم. شباب يعطيكم العافية. بس اتأكد من المايك الصوت واضح قبل لا يكتم العدد. ان شاء الله فيه شباب تجون ان شاء الله. شباب قال عليكم امر بس اللي دخل يكتب رقم واحد واذا يسمع الصوت برضو يعطينا خبر. عشان نطمئن الى ان الامور جيدة للجميع. شباب يمكن في احد من الموجودين يحتاج يعرف كيف يوصل للشات. فانا راح ابين بس الطريقة. شاء الله يتابع وشوف. هذا حين الرابط للوصول. الشات راح تشوفه موجود هنا على اليمين. الشات هنا تشوفه على اليمين. برش شباب للي يستخدم الجوال. هذا ان شاء الله يصور هنا تحت الشاشة. تحت الشاشة يشوف هنا الشات. هنا بالضبط. الشات. ولو قلبت الشاشة بيكون الشات موجود على اليمين او اليسار. طيب شباب برضو دقيقتين ان شاء الله ونبدأ. يعني ان شاء الله الجلسات الجاية راح نرسل الرابط قبل الموعد. عشان الجماعة يكونون جهزين. يعني هذي بدايتنا اليوم وان شاء الله بداية طيبة معكم. شباب كافي. طيب شباب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم معنا في اول جلسة من جلساتنا. البث المباشر. بداية نبدأ بسيطة بس. عني شخصيا علشان كعادة اول الجلسات. اخوكم علي الزاير. بدايتي في مجال الصوتية طبعا من كنت طفل في فرقة انشاط. الحمدلله اطور الامر وبدأنا نستخدم التكنولوجيا والمجال الهندسة الصوتية. وكانت بدايتي فعلا من سنة 1996. بداية المجال الهندسة الصوتية الحاسوبية. انا راح اكتفي بهذه المعلومات. لان الشباب يبدو انهم مستعجلين. راح عنواننا احنا اللي اتكلمنا فيه وطرحناه في الرسالة الجماعية. راح نتكلم عن الافباء. المجال الهندسة الصوتية. والاشياء المحيطة حولها. يعني راح تقريبا نضع تأسيس او افكار اتناسب الجميع. سميناه حوار ما سميناه محاضر. انا ما حبيت انه اسمي الموضوح محاضرة. لانه ممل ان الواحد يتكلم يتكلم وفقط الطرف الثاني يسمع. انما راح يتخلى لها اشياء متنوعة ان شاء الله. فجميعا ان شاء الله راح نستمتع. اكيد مهم كثير انه اعطيكم المنهجية اللي راح نمشي عليها اه 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 الجلسات. الجلسة تقريبا اه اه راح تستمر من ساعة الى ساعة ونص كل جلسة. وعلى حسب تفاعلكم وتشجيعكم عدد الجلسات في الاوقات يعني ممكن الجلسة في الاسبوع ممكن الجلسة في الشهر. يعتمد على مدى تفاعلكم. المواضيع اللي راح نطرحها كل ما يتعلق بمواضيع الهندسة الصوتية وما يحيط بمجال الهندسة الصوتية. فبداية راح نتكلم عن اه بدايات مشروع الهندسة الصوتية. طبعا خلال الجلسة انا راح اطرأ عليكم اسئلة. واتمنى في الكومنت تجاوبوها. اه برضو راح تكون في فقرة اسئلتكم على نفس الفكرة اللي اتكلم فيها. واجاوبها اذا كنت اعرف الاجابة. اكيد كنا جايين نتعلم. ولستوا باعلمكم. كل واحد يكون يعلم في شيء ويجهل في شيء. فجميل ان اجتمع. ربما منكم شباب اشخاص كثير معلوماتهم اكثر مني. لكن الواحد يتكلم اه يعني مجهوداتي الشخصية بالخبرة السنين اللي عاشها و جمعت عند هذه الثقافة. فيحب يشارك فيها الشباب. طيب شباب. اه اي استفسار قبل لا نبدأ. عندكم اي سؤال اي شيء. الجماعة الجدد اللي دخلوا معانا في الجلسة. بيأكدوا لنا اذا كان الصوت عندهم ماضح او لا. اه من الجلسة هذه والجلسات الجاية. اه راح نتكلم عن فكرة. راح ابدي فيها بعض الاشياء اللي اعرفها. راح نستعين باليوتيوب راح نستعين بالجوجل. علشان ندعم اه الفكرة هذه وتكون اه مصادرها الجيدة. اه الشغلة الثانية انا احب شخصيا وان شاء الله تكونوا موافقين في هذا الشي. انه يكون اه نقاشنا حوارنا مركز. يعني الان احنا نتكلم عن المايك. يجين واحد يسألني عن الكولايزر. ما نبغى التشديد شباب. اه برضو اه يعني الصبر علينا شباب. هذا من اهم المهمات عندي في هذه اه الجلسات. لان جلسات مستمرة هي اشبه بالدورة. مش سؤال وجواب هي القضية. لا. هي راح تكون مواضع متسلسلة تتعلق في هذا المجال. راح نبني ان شاء الله مفهوم متناسق. اه ان شاء الله الجميع يكونون اه يعني متأقلمين مع هذه الطريقة. اليوم احنا راح نتكلم عن الافباء. اه الهندسة الصوتية ومجال الهندسة الصوتية. وراح تكون البداية مجدولة. يعني انا ما حطيت اه نقاط. والنقاط هذه لازم امشي عليها. لا. النقاط هذه راح تكون اه مع الحوار مع النقاش. علشان يكون بيننا وبينكم اه اخذوا جد. طيب. اه ما عليش اخوي علي جمال. سؤالك واجد بادري عليه. ان شاء الله لما نطلع جلسات عامة ربما يكون الاسئلة هذه. فاتحملونا الشباب تحملونا الشباب. طيب. اه موضعنا اليوم راح نتكلم عن اه بدايات مجال الهندسة الصوتية. السؤالي الاول شباب اجاوبوني في الكومنت. من منكم اه كانت عندي هواية الصوت والإنشاد من كان طفل صغير يكتب واحد أو يكتب العمر اللي كان عليه علشان نبدأ نتكلم في المواضح هذه طيب شباب أنا راح أتكلم عن المهندس الصوت وش الأشياء اللي تكون عند مهندس الصوت السؤالي واضح شباب مهندس الصوت إذا كانت من طفولته يعشق هذه الهواية فأكيد راح يكون مستقبله ممتاز جدا ليش؟ لأن ملكة الإنشاد وجمال الصوت والحس الموسيقي راح تكون عنده أعلى بكثير من غيره وهذه من الأشياء المهمة جدا جدا في مهندس الصوت هذه واحدة من الأشياء اللي نحن الآن راح نتكلم عن مهندس الصوت مثل ما قلت لكم شباب اتحملونا الجلسات هذه مستمرة وراح تكون متسلسلة نحن راح نأسس أو راح نحط يعني مشتركة بيني وبينكم راح نحط قواعد جميلة تكون في المهندس الآن نتكلم عن الصوت جمال الصوت أكيد المهندس راح يتعامل مع كثير من الأشياء تحتاج إلى حس موسيقي وأذن سماعية دقيقة فإذا كان من الصغار معناته أنه عنده خبرة كبيرة في السماع والإلقاء وخبرة عامة في ثقافة الصوت شباب إذا أحد عنده زين شباب أنا بنتظر أجوبتكم في الكومنت أسئلتكم في الكومنت برضو من نسبة لفكرة جمال الصوت إذا أحد عنده إضافة يحب يضيفها على فكرة الإمكانيات الموجودة في المهندس الصوتية السمعية فيتكرم علينا في الكومنت يضيفها النقطة الثانية اللي بتكلم عنها وهي اللغة طبعاً راح يكون السؤال الآن يا شباب مستوى تفاعلكم راح يعطينا الدافع للاستمرار شباب هي الشغلة باختياركم باختياركم شباب أنتم حضرتوا هذه الجلسات يعني الجلسة الأولى أكيد راح نتعرف على طريقتنا طريقتكم التفاعل راح يخلينا نكون أسرع ونوصل للنقطة بشكل أوضح نقطة الصوت أو إمكانيات الصوتية من الصغر والآن نقطة اللغة نقاط أساسية يجب أن يكون المهندس الصوت عند هذه الأمور إذا ما عنده يطورها لازم لازم أنا شخصياً أقول بحكم الخبرة والسنين اللي مرت فيها النقطتين اللي تكلمت فيهم الآن هذه لا ضرورية جداً كل كلمات الضرورة نستخدمها اللغة الإنجليزية الإمكانيات الصوتية والأداء ضروري جداً تكون عندك إذا ما كانت عندك تطورها بأسرع وقت أكتبوا ملاحظاتكم شباب في نفس النقطة إضافاتكم برضو طي في أحد يسألني ليش اللغة ضرورية أو مسألة بديهية بالنسبة لكم شباب ضرورة اللغة أتوقحها بديهية صح شباب أنا أوعدكم أنكم تصبرون معي تتفاعلون أكثر لأن الجلسات هذه ستستمر وإن شاء الله جميع المواضيع سنتطرق إليها الصوتية، الهندسية، التطبيقية، المكساج، التوزيع، المقامات، العزف، الكوردات كل شيء تتمنون إن شاء الله راح نتكلم في هذه الجلسات والجلسات مستمرة كل جلسة ساعة أو ساعة ونص وحسب تفاعلكم شباب فصبركم معنا، تفاعلكم معنا يعطينا الدافع والحماس أكثر أن نواصل أنا أتكلم عن شخص شخصي إن شاء الله ما راح أبقى معاكم في شيء واللي عندي راح يعني أقدمه وإن شاء الله منكم نستفيد برضو علي جمال نبغى منك تعلمنا ألماني طيب شباب عشان اللي يحضروا جلستنا الآن دخلوا تكلمنا عن أهمية الأمكانيات الصوتية للمهندس الصوت أهمية اللغة طبعا اللي كان محظوظ من طفولته ابتداء وعاش أجواء الصوتية تمام واللي لسه برضو يحاول يطورها من أمكانياته إن شاء الله في الجلسات لما نتكلم عن موضوع الصوت وكيف الواحد يتعامل مع الصوت راح نتكلم عن التدريبات راح نتكلم عن الأشياء المهمة لتطوير حنجرة الصوت والسماء شباب أحد عندي إضافة بالنسبة لهذه النقطتين أو الفكرتين اللي تكلمنا فيهم قبل ما ننتقل طيب شباب النقطة الثالثة وهي من برضو الأشياء اللي نعتقد بأهميتها التفكير دائما دائما التفكير التأمل والتجارب لا تنتهي من بدايتك في علم الهندسة الصوتية أو في مجال الهندسة الصوتية أو في أي شيء يخص مجال الهندسة الصوتية التفكير التأمل والتجارب يعني تعطيها نسبة كبيرة جدا من ثقافتك الهندسية ليش؟ لأنك أنت قاعد تصنع شخصيتك بذاتك النقطة اللي راح نتكلم عنها بعد عليكم السلام شباب بالنسبة إلى فكرة التأمل والتفكير والتجارب أنا راح أتكلم عن هذه النقطة بعض من الشباب ممكن يدرك أهمية هذه النقطة والبعض ممكن تكون غريبة شوي عليه طيب ممتاز شباب يعطيكم العافية شباب بالنسبة إلى التفكير وخلنا نسميه التأمل والتجارب هذول اثنين ليش ضروريين؟ طبعا نحن الأشياء اللي تكلمنا فيها النقطة الأولى النقطة الثانية، النقطة الثالثة نعتبرهم من مكونات أساسية إلى المهندس الصوت لذلك شباب أي نقطة من هذه النقاط تدونوها وتسعون في تطويرها النقطة الثالثة التجارب والتفكير خلنا شوية ناخدها بأجزائها بالنسبة إلى عالم الهندس الصوتي هذا الكبير اللي يحتوي على كثير من المفردات والأجهزة والتعاملات وا 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 كلها هذه ربما أنت صعب تحصلها في وقت واحد وإذا كنت حصلتها في وقت واحد ربما ما تحصلها بالترتيب المناصب لذلك لما تبني شخصيتك بنفسك لما تعتمد على ذاتك تسمع من هذا وتفكر وتقرر تجرب تشوف بعينك تسمع بأدونك وتقرر كذا أنت قاعد تسقل ذاتك قاعد تسقل هوايتك بنفسك كذا أنت قاعد تبني شخصيتك بذاتك لما تجي تعمل وتشتغل شغل يقولك إيه هذا شغل فلان لو يقولك هذا شغل تقليد أو أي ملاحظة شباب على نقطة التجارب والتفكير قبل ما أسترسل وأكمل فيها نقطة التفكير والتجارب هي ضرورية علشان أنت تبني نفسك بنفسك طبعا السؤال يقول ليش أنا يعني أستهلك من وقتي وفي أشياء جاهزة وفي ناس تتعلم أنت خذ النورين يعني ابني نفسك بثقافتك الخاصة واخد من غيرك وبرضو فلترها في منطق ثقافتك الخاصة يعني انت لما الفكرة تتعامل بها وتتعامل بها وانت تعرف انت ليش قبلت بها مو لان افلان قال لك ولان انت شفتها لا لازم يكون عندها قبول في ذاتك بأفكارك بتجاربك في أفكار ممكن انت ما تاخد منها نتيجة لكن بعدها مستقبلان راح تستفيد منها وهكذا لذلك النقطة الثالثة التفكير والتجارب هي راح تبنيك هي راح تكون لك شخصيتك الخاصة في أحد يرفض إلى ان تكون عنده شخصية خاصة فيه في هذا المجال أكيد لا ما حدا يقبل على نفسه ان يكون دوبلوكيت إلى شخص آخر والناس برضو تشوف ان هذا نسخة مكررة هذا يكون لما الوضع يكون يعني انت تشوف هذا ممتاز وكذا تتاخد أفكار نسخلص وبعدين انت قاعد تكرر غيرك لذلك هذه نقطة مهمة التفكير التأمل والتجارب تبني شخصيتك أرجع وأكيد شباب صبركم وتحملكم إن شاء الله حليفنا في الاستمرار المواضيع كلها إن شاء الله راح نطرحها كلها راح نطرحها لكن راح نطرحها بطريقة متسلسلة فاللي حاب يتواصل معنا فحنا نتشرف فيه يعني أنا أطمح شباب إلى أن تكون هذه الجلسات ذات فائدة كبيرة إن شاء الله والهدف من هذه الجلسات إن يكون فيه بيننا وبينكم تواصل مباشر علشان نكبر مع بعض شباب في نهاية كل جلسة راح يعني نطرح إلى بعض الأشياء بهدف يعني خلق جو من المتعة مثل ما يقولون يعني ممكن معزوفة أو عرض فيديو أو فكرة معينة نتكلم فيها أو سؤال نجاوب عليه وهكذا ذلك شباب برضو مقترحاتكم مهمة جدا علشان نواصل بس أنا أرجع وأكد شباب إلى أن الآن إحنا نبغى نتكلم في موضوعنا بشكل متسلسل علشان تكون الفايدة مستمرة ومبنية بأساس صحيحة اليوم إحنا قاعدين نتكلم عن الأشياء المهمة في المهندس الصوت كيف إحنا نحط أسس مفيدة إلى تكوين شخصية المهندس الصوت علشان يبدأ يعني ممكن شباب منكم من لسه ما بدأ فخطواتنا إن شاء الله أو مقاطعنا تكون العون إليه علشان يحط أساس ورجله صح في هذا المجال يعني هي هذه الجلسة الجلسة الأولى إن شاء الله نتواصلين معاكم في الجلسات نتطور أكثر أرجع وأكيد لأن الشباب فيه ناس تدخل ناس تطلع ممكن شباب ما سمعونا المواضع اللي راح نطرحها جميع ما يتعلق بمجال الهندس الصوتية وأكيد كل هذا صعب جدا أن يكون في جلسة واحدة فراح تكون الجلسات متسلسلة بل يستحيل أن يكون في جلسة واحدة فراح تكون الجلسات متسلسلة وإن شاء الله جميعنا نستفيد أكيد شباب لستوا بخير منكم ولكن يعني نحاول إلى أن نقدم شيء مفيد الشباب اللي موجودين برضو يبدون أفكارهم والمسألة مثل ما قد لكم شباب جلسة حوار نطرح الموضوع نتكلم في الموضوع نأخذ أفكاركم نطور من الأشياء هذه أخي علي جمال إحنا هذا موضوعنا اللي قاعدين نتكلم فيه شكرا على أنك حطيت العنوان أخ ملاك تيسير الآن إحنا فقط في اليوتيوب والشاتين مواضعنا فقط راح نتطرق إليها في اللايف ستريم ملحوظة شباب الدعوة جيتكم مع طريق الواتساب وأتمنى منكم شباب أن الواتساب غالبا ما أستطيع فيه الشرح وما عندي وقت إلى الواتساب علشان أشرح فيه لذلك فضلت أن أكون في اللايف ستريم وفضلت برضو أحط مقاطع على القناة فتحملونا شباب وصبركم معنا اللي حب يستفيد ويدوون شباب قبل الجلسة يجهز أدواتهم مع الداته ويدوون الأشياء اللي يحسن بتفيده تكلمنا شباب نحن هنا نطرح أفكارنا تجاربنا وليكم شباب الأسلوب والطريقة اللي تأسسون فيها شخصيتكم الهندسية تكلمنا عن نقاط المهمة بالنسبة للمهندس الصوت بداية أنه يكون متمرس في مجال الصوتية الصوت يعني منشد جميل لو كان من طفولته علشان تكون عنده أساسيات وعمر كبير وثقافة كبيرة في هذا المجال تكون أذنه الموسيقية حسها عالي جدا صوته أداءه جميل فهذه من الأشياء المهمة في مهندس الصوت اللي يحتاجها ومن الأشياء المهمة تكلمنا برضو عن اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية ضرورية جدا جدا أنه يكون مهندس الصوت عنده هذه الملكة النقطة الثالثة اللي تكلمنا فيها إن شاء الله ما يخلني الترتيب لأن أنا ما قلت لكم شباب مجاي أدون النقاط إنما جاي أتكلم فيها اللي هي التفكير والتجارب ضروري جدا أن يكون المهندس عنده يعني إمكانية كبيرة أو بال كبير واسع إنه يجرب ويبني أفكارها بنفسه ويفكره بنفسه علشان يأسس شخصيته بذاته النقطة الثالثة شباب وهذه نقطة برضو يعني فيها أخذوا ورد زين وممكن يصير فيها بعض اللبس راح أتكلم فيها أذكرها شباب النقطة الرابعة هي أكاديمية التعلم ويش أقصد بأكاديمية التعلم موضوع الأكاديمية التعلم لا يصير فيه شباب نفور أو لبس أو خلط بين أكاديمية التعلم والإحساس والذوق المهندس لابد تكون عنده معلومات مرتبة أو خلنا نسميها أكاديمية لأن هذا المصطلح يعني يكون قريب وواضح إلينا شباب النقطة اللي أبغى أتكلم فيها اللي هي الأكاديمية التعلم يعني المعلومات تكون إليها مصدر اتفق الجميع على صحته أو الأغلبية على صحته يعني أعطيكم مثال المقامات يعني في أشخاص يقول لك أنا أدرس المقامات وفي أشخاص يقول أنا ما أحتاج أدرس المقامات الشخص اللي يقول أنا أدرس المقامات هذا نطلق عليه أكاديمي أخذ المعلومة بشكل أكاديمي الشخص اللي يقول أنا ما أحتاج أدرس المقامات هذا شخص يتعامل بالإحساس فقط طيب احنا الآن نقطتنا الرابعة هي ان الشخص يبحث عن المعلومات الدقيقة ويستقيها ويحاول يكون شخصيته مثل ما قلنا ويرفع من احساسه ويكبر من احساسه مع دمج هذا الموضوعين اللي اشوف انا ولا لاحظ شباب انه يقول لك هذا اذا يتعلم بشكل اكاديمي يصير احساسه سيء هذا الكلام شباب مسلم ابدا ابدا مسلم الاكاديمي او اللي ياخد المعلومة بشكل دقيق وصحيح هذا يتطور بسرعة هذا ينطلق هذا اسرع من غيره هذا قاعد يشتغل بعلم هذا قاعد يشتغل بثقة هذا شخص عنده حلول شخص يقدر يطور من نفس الشخص يقدر ينوع هل حشباب الامور الامور برضو لا نخفى الموضوع الحس موضوع الحس واللي خلنا نفصله عن موضوع الاكاديمي هو انت ذوقك يعني انت لما مثلا تكون منشد لما تكون منشد انت ما راح يعني تلقي الجملة الانشادية زاد واحد زاد واحد ساوي اثنين لا يا شباب انت راح تلقيها باحساسك بكيانك بمشاعرك هنا الاحساس لكن قبله كانت المعلومة فالنقطة الرابعة يجب او ضروري نعرف نوفق بين موضوع الاحساس وموضوع المعلومة الصحيحة الاكاديمية شباب ملحوظاتكم واسئلتكم فهذه النقطة ضرورية جدا علشان انفلترها لان كثير انا لاحظ كثير لاحظت من خلال حياتي وتجاربي ان فيها خلط هذه النقطة لان من غيرها الان انا انتظم اه تعقباتكم شباب وراح اقول لكم ليش من غيرها الوضع وش وكشكله شباب المقامات انا ذكرتها كمثال يعني في اشياء اه واجد اه لما نوصل الى اه اه مواضيع الاشياء اللي يستخدمها المهندس والشي راح نذكرها مثلا المقامات اللقاعات يعني اشياء كثيرة راح نذكر كل جزء ان شاء الله وندخل في اه مواضيعه ونوضح اموره مثل ما قلت لكم شباب اه الجلسات هذي اشبه بدورة لكن هي حوارية اه راح نتطرق فيها الى اي حاجة في هذا المجال كل هذا المجال ان شاء الله برضو شباب الاعلان اللي وصلكم هذا ممكن ترسلوه الاعلان مش الرابط الرابط هو خاص لكم انتم الاعلان ممكن ترسلوه الى اللي حاب يستفيد اه لكي يدخل معانا هذه الجلسات اذا في احد ممكن يضيف لنا نقطة خامسة مهمة تكون في شخصية المهندس طبعا النقطة هذه ما اطرقنا لها ممتاز الاصرار والصبر نقطة اضافة اخوي مرتضى ممتازة الاصرار والصبر شباب من الامور الاصرار والصبر من الامور اللي غيابها عن المهندس معناته فشل سريع اذا ما كان المهندس صبر يعني انا اعطيكم مثال شباب اثناء التسجيل ربما المنشد في جملة واحدة يجلس ساعة ما يعرف يؤديها صح اذا ما كان المهندس يصبر على هذا المهدي فممكن يتنرفز ممكن يدور يعني اشياء كثيرة تحصل للمهندس اثناء التسجيل وممكن تنفر المرتادين على المهندس يعني الصبر حاجة اساسية عند المهندس لازم تكون عنده اخوي علي جمال مثل ما قلنا بناء الشخصية بناء الشخصية الذاتية يعني انت لما تبني شخصيتك بذاتك اكيد راح تكون مختلف عن البقية ودائما تستمر في اختلافك وتجديدك طالما انت قاعد اتجدد وتمارس وتجرب لانك انت كلما تجرب وتفكر راح تكتشف اشياء جديدة تستخدمها تطلع بشكل مختلف جميلة الفكرة جميلة لكن انا اراها انها في ذاتك يعني اراها في النقطة الثالثة النقطة الثالثة مثل ما قلنا التفكير وبناء الذات جميلة قوة التركيز اخوي ملاك تيسير اذا ما كان عنده قوة التركيز راح يفقد صبره وراح يضيع الطاسة مثل ما نقول فالتركيز مهم لما تكون عنده ثقافة عالية وعنده حلول وامكانية الحلول فراح يكون تركيز عالي طيب شباب علشان ارجع اتكلم في موضوع الاحساس والمعلومة الاحساس والمعلومة شباب يعني التثقيف الذاتي انا عندي لكم سؤال شباب وابغى بصراحة تجاوبوه في الكومنت كيف تقارنون ثقافة العرب في مجال الهندسة الصوتية والمجال الموسيقي عامتان بالغرب كيف تلاحظون هذا الموضوع ثقافة يعني هل تجد ان العرب مقارنة بالغرب حدهم ثقافة في المجال الهندسي والصوتي كبيرة جدا تضاهي الغرب او توازيها او اقل منها او شنه بالضبط شباب لما تشوفوني مواقف كده وركزي انا قاعد اقرأ وافكر في ملحوظاتكم طيب شباب علشان اقرب لكم الفكرة عندي سؤال ثاني من من عنده الحماس لما يجي عالم الهندسة الصوتية انه يمسك كتابه يقراه زين شباب خلونا نتكلم عن هذه النقطة لمسألة التثقيف الذاتي عندنا احنا يعني انا بتكلم عن شخصي عني شخصيا والاشياء اللي لاحظتها تقريبا في قناة اليوتيوب نفس القناة هذه اللي انا قاعد اشتغل عليها كثير الجيني ملاحظات طبعا المتابعين اكيد اغلبيتهم يعني من العرب نادرا اكيد راح يتابع عربي شخص اجنبي اللي لاحظت شباب ان كثير من التعليقات ترفض مسألة الاكاديمية او المعلومة او الطريقة اللي اصطلح عليها بانها طريقة مملة للتعليم هذه افة انا اعتبرها من افاتنا احنا كعرب العجلة عندنا يعني عجولين بشكل كبير جدا يعني ممكن المقطع في معلومة خلال عشرين دقيقة هو ياخد المعلومة اللي في الدقيقتين الاولى وبعدين يترك المقطع سواء عندي او عند اي يوتيوب او مقطع يوتيوب ثاني والسبب ان احنا شخصيا نرفض المعلومة احنا ما نتقبل المعلومة او ناخد المعلومة التثقيفية احنا نبغى مثل ما تجيني كثير من التعليقات التلقين المباشر للاسف هذه من الافات اللي المهندس تكون عنده وتطوره يكون تطور بطيء جدا ولن يصل الى شيء يعني صار لي الان في القناة تقريبا ثلاث سنوات كثير من المراحضات متعلقة بهندسة صوتية هندسة صوتية ورينا كيف نوزع كده يعني دي الاشياء الاشياء تلقينية يعني امسكني وديني لا تعلمني كيف انا اشتغل يعني هذه للأسف الشخصية شباب شخصية المهندس مثل ما تكلمنا لازم يكون عنده نهم كبير جدا على تحصيل العلم تحصيل العلم الاكاديمي والممارسة والتجربة اذا احنا شباب بنضل دائما في اواخر المجتمعات والحضارات والسبب ان نرفض دائما المعلومة احنا نبغى التطبيق المباشر نبغى مباشرة ننطبق يعني الان اعتقد ان كثير منكم شباب الطريقة الى الان انا قاعد اشراح بها بالنسبة لمملة لكن هل هو مؤمن الى ان لو استمر معنا بعد مثلا عشر عشرين جلسة هل مؤمن ان راح تكون عنده نقلة كبيرة جدا في المجال من ان لو ظل يتشتغل بطريقة عشوائية يبغى فقط يطبق يبغى فقط يمسك الكولايزر او هذا المهندس قال يسوي كده يروح يسوي كده يعني هما ما يبغى يعلم نفسه بنفسه لذلك شباب من الاشياء المهمة ان المهندس تكون عنده روحية التعلم وبناء المعلومة انا فصلت هذه او عطيتها جانب من جانب الحس لان بناء ذاتك بناء احساسك بالمعلومة اشلون شكل المعلومة هاده هل انت اخذت بصبر بتحمل لو اخذت ترقين انت جاك مهندس وقال لك اخذ اكل او قال لك لا هذه الادوات واطبخ ممتاز شباب اذا متفقين ان المهندس الصوت يجب ان تكون عنده روحية التعلم يبني المعلومة يتثقف يصبر يعني شباب انا تجيني مقاطع مدة تساعة اقعد اسمحها ما عندي مشكلة اطالحها في شغلات كثير مرت علي وانا تعلمتها من قبل وعندي المعلومة هاده وما انا محتاج انها لكن لما يعني اتابع واصبر يضيف لي سبحان الله يضيف لي اشياء جديدة هذا المقطع معاني ممكن نسبة تسعين بالمئة من المقطع انا ما معلومات عندي هنتكلم بشكل مثال شباب هذا مثال لذلك المهندس تكون عنده لازم روحية استقاء المعلومة من الالف الاليال وبعدين يبدي فلتره يبدي يبنيه يبدي يجرب يبدي 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 هذه اشياء مهمة جدا في نقطة التعلم والاحساس شباب اكتبوا كومنتاتكم وانا شاء الله راح اقراها بالنسبة لموضوع القراءة والتثقيف برضو شباب انا باسألكم سؤال هل وضح الفرق بين المعلومة والاحساس وهل المعلومة واضح ان المعلومة ما تخالف الاحساس او ما تناقض الاحساس يعني ممكن يكون المهندس عنده معلومات وثقافة عالية جدا واحساس عالي عليكم السلام اخوي محمد العرادي مرحبا فيك هذه من النقاط ان شاء الله راح نتطرق اليها وتحديدا الجلسة الثانية راح نتطرق الى الامور هذي الجلسة الاولى لابد فيها بعض الترتيبات وان شاء الله من جلساتنا الجاية والمستقبلية تكون امورنا مترتبة اكثر نعم من الاشياء اللي تبني المهندس المصادر وشي العناوين اللي يحتاجها المهندس يعني مثل نقول المهندس يحتاج مثلا مقامات علم الصوت علم الاقاعات كده 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 راح نتطرق اليها ونشير اليها بشكل موجز لان مستقبلنا راح ندخل فيها بشكل عميق ان شاء الله فتحمله انا وصبروا معنا اخوي حمود مش عيب ومش غلط انك ما تقدر تطبقها لكن الشي الجميل في الموضع انك تطبقها بفكرتك تطبقها بثقافتك تطبقها بقناعاتك شباب شباب يعني اخدوها من عندي صراحة شخصيا يثيرش مئزازي الشخص اللي يبغى المعلومة جاهزة يعني اللي ما يفكر اللي ما يبغى يفكر اللي فقط تعال لقمني المعلومة هذه النوعية انا ما انصح يكون في هذا المجال ابدا ابدا شخصيا انا ارفض ان هذا الشخص يكون في هذا المجال لانه شخص اتكالي وما يبغى شي من نفسه شباب لما يجيك شخص يقول لك انت كون ذاتك ابني شخصيتك احكيت شباب احنا ما نرفض اي شخص يطلب منه هذا الشي لانه كل واحد يبغى يكون ذات يبغى يكون شخصيته الخاصة انا ارفض الشخص اللي يفرض عليه ان اكون دبلوكيت منه لما يجيني شخص يقول سوي كده افعل كده سوي كده افعل كده ويبغاني اكون نسخة ثانية عنه ده الشخص هذا انا شخصيا ما ما اتقبله يعطيني معلومة اهلا وسهلا اعطني المعلومة انا بشخصيتي انا بذاتي اقدر استفيد منها واحاول افلترها طيب شباب الجلستنا هذه اطرقنا الى النقاط اللي تكلمنا فيها من البداية الاشياء المهمة في المهندس اولا امكانيات الصوتية من طفولته جميل اللغة الانجليزية التفكير والتجارب الكثيرة المعلومة والاحساس نعرف كيف نجز بينهم وان المعلومة ما تناقض الاحساس واثنينهم فيكون نور على نور الاشياء اللي ضرورية تكون عند المهندس الشباب اطرقوا الى مسألة الصبر نعم المهندس لازم يكون عنده صبر كبير جدا النقطة الخامسة مثل ما اطرقنا اليكم الخوض الكبير في المعلومة انا ما ادخل فكرة ما ادخل مجال الا لما اكون حاط كل امكانياتي المعلوماتية اللي صار عليها تأسيس مسبق اروح للمصادر اجمع الافكار واشوفها بذاتي لان شباب عقلك ما احد يقدر يدخل فيه وغيره انت عقلك انت اللي تبنيها بنفسك مضامينك ثقافتك بنفسك انت ترتبها وتهذبها فلما انا اعطيك معلومة انت ربما تاخدها بشكل مختلف لذلك انت لما تاخد المعلومة تشوف انت واشتعني لك هذه المعلومة كيف تفهم هذه المعلومة وبعدين تتعامل معها لذلك ضروري جدا الى انك تبني ذاتك بذاتك اخي حمود انا ما ابغى يعني صراحة همش اي سؤال منكم لان اسئلتكم كلها على رأسي من فوق ولكن في بعض الاسئلة يمكن مو هذا وقتها يعني موضوع القراءة النوتة والبرامج وكذا لما نوصل الى الاشياء اللي يستخدمها المهندس واشي الاشياء الضرورية واشي الاشياء الفرعية يعني اعتقد سؤالك رح يكون جواب هناك في ذاك الوقت تحملونا شباب صبروا معنا طيب شباب اي اضافات على الملماء طبعا احنا اتكلمنا عليهم بنوع من الايجاز وطرقنا بشكل واضح ان شاء الله للجميع لكن ما يعني ان هذه انتهت الاشياء ممكن شباب نقل مع نفسنا نشوف الاشياء الضرورية ان المهندس تكون عنده علشان يدخل هذا المجال ويستقيم بشكل ممتاز طيب شباب طبعا اتوقع ان انتم اغلبكم متابعين للقناة اتوقع لذلك العناوين كثيرة في القناة والمواضيع والمقاطع كثيرة اي احد منكم مر علي مقطع وفيه بعض الاستفسارات في ذاك المقطع شباب اتوقع لان ربما امور راح نتطرق فيها نتكلم فيها وارجعكم الى مقاطع ربما موجودة تتكلم وتشرح في الافكار بشكل مفصل اكثر اكيد احنا راح نتطرق ونشرح مثل ما قلت لكم شباب ان شاء الله مستقبلا راح نستخدم كل الادوات هنا عندي في الستيديو راح لما نوصل الى مسال التسجيل وشلون التعامل مع التسجيل البرنامج شلون التعامل مع البرنامج الاجهزة كل الاشياء ان شاء الله راح تشوفوها قدامكم وراح نتطرق اليها ممتاز اخوي عمار الكاظم هذه نقطة مهمة جدا بقى اوضح انا شي اللي فهمت منه ان الفتن زي ما يقولون يعني الصحة يعني الاذن سليمة بما ان احنا اتطرقنا الى هذه النقطة وكانت نقطة رقم واحد لكن اضافتك يعني ان يكون عنده اذن سليمة احسن طيب شباب الى غاية هنا وصلنا الى نهاية هذه الجلسة انا اعتذر منكم كثير ان شاء الله ما اكون ثقلت عليكم طروحاتي وكلامي برضو اأكل عليكم شباب الصبر معانا مهم جدا علشان نواصل تشجيعكم وتفاعلكم برضو وقود المواصلة في هذه الجلسات ممكن شباب تطلقون على هذه الجلسات مهمة دورة وقود ان شاء الله نواصل معكم واحدة شباب عنده استفسار اخير قبل ما نلغي الجلسة اخ عمود والله لو بايدي احط المقاطع كلها مرة واحدة ان شاء ما اقصر لكن المشاغل والوقت لا بالنسبة للجروف ايجنت والاس اي اتوقع ان في مقاطع البيت ديزاينر روح البيت ديزاينر سلسلة البيت ديزاينر وبتشوف ان شاء الله مقاطع عن هذه الاس اي شباب والله تخجلوني بكلامكم وان شاء الله ما خيب ضعنكم ان شاء الله خلاص ان شاء الله راح نحدد الموعد ونكونوا في خدمتكم شباب راح نعلن عن الموعد بيومين قبل ووقت الجلسة راح يفصل لكم الرابط وان شاء الله يعني تكون بدايتنا مباشرة وما نضطر الى ان ننتظر كثير لذلك انا راح اسبق العرض بعشر دقائق او خمس دقائق قبل البداية لو كانت مثلا سبعة ونص فراح اعطيكم الرابط قبل عشر دقائق من سبعة ونص اشتركوا في القر промجلن co otra guessed